عندما ادخل القرية وضعوا مخطط حصار سكانها قبل أن يداهموها ليلا وبينما كان الأهالي نياما تم الاقتحام وحين لم تجد ميليشيات الحوثي لا متارس ولا محاربين في قرية الصرمين تابعة لمديرية صبر بتاعز اضطرت للقبض على المواطنين ومصادرة ممتلكاتهم واعتبار كل ما في القرية غنيمة لمقاتليها وهذا أحد قنائم الملتزق المنافقين كما شاهدون المطرات أربعة مترات حتى أولئك الذين لم يغادروا منازلهم أصبحوا هدفا للرصاص وطاف مقاتل والحوثي أرجاء القرية مرددين شعاراتهم ومطلقين النار إلى داخل كل بيت مستهدفين من تبقى فيها تعرضت قرية الصرمين كغيرها من قرى محافظة تعز للهجوم وتعرض الأهالي للحصار والقتل في منازلهم قبلهم كان سكان قرى الحيمة في ذات المحافظة يوجهون نداءات استغاثة بعد حصارهم وتفجير منازلهم من قبل الميليشيات في حالات كثيرة لم يكن الأهالي يعرفون لماذا يتم حصارهم ولماذا تحول ميليشيات الحوثي قرى نائية وبعيدة عن المواجهات إلى ساحة حرب مفتوحة ضد المدنيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر